اهلا بكم الى موجز لاخر الانباء قال وزير الدفاع الامريكي لويد اوستون في اختتام اجتماع لوزراء دفاع 20 دولة في القاعدة الجوية الامريكية رامشتاين في الالمانيا قال ان روسيا صارت اضعفة مما كانت عليه قبل الحرب مشددا على ضرورة تكييف المساعدات العسكرية لاوكرانيا مع تطورات الاعمال القتالية الميدانية من جانبه حذر وزير الخارجي الروسي سيرجي لافروف من خطر نشوب حرب عالمية باتت جديا اكثر من اي وقت مضع اعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن اماله في الاتفاق مع اوكرانيا بالطرق الدبلوماسية رغم استمرار العملية العسكرية الروسية واشار بوتين خلال لقائه الامين العام للامم المتحدة انطونيو جوتاريش في موسكو الا ان المفاوضات بين الوفدين الروسي والاوكراني في اسطنبول حققت اختراقا جديا قال وزير الخارجي الامريكي انطونيو بلينكين ان بلاده ستعيد ارسال دبلوماسيها الى اوكرانيا هذا الاسبوع بلينكين وخلال جلسة استماع له في الكونغرس شدد على ان الدبلوماسية الامريكية تعمل على تحفيز حلفاء الولايات المتحدة حول العالم لمساعدة اوكرانيا عسكريا واقتصاديا حذرت وزارة الخارجية الروسية الدول الغربية من دعم اوكرانيا بالسلاح خائلة ان شحنات الاسلحة الغربية التي تسلم الى كييف اهداف مشروعة للجيش الروسي وكشفت وسائل اعلام امريكية ان الجيش الروسي استهدف فعلا خطوط امداد لكييف بالاسلحة عقب وصول انظمة مدفعية ثقيلة ودبابات وافق مجلس الوزراء الالماني على تعديل قانون يمكن الحكومة من السيطرة على ملكية شركات الطاقة كاجراء ملاذ اخير لتأمين الامدادات في حالة الطوارئ وسيمكن التعديل الجديد الحكومة التي تسعى حثثا لتقليل اعتماد المانيا على الواردات الروسية من وضع شركات الطاقة تحت الوصاية القضائية اذا تعرض امن الطاقة للتهديد في انتظار ان يقر البرلمان الاجراء ماي الداخل دعت حركة التضامن الاسبانية مع الشعب السحراوي رئيس الحكومة الاسباني بيدرو سانشيز لزيارة مخيمات اللاجئين السحراويين ليعرف بشكل مباشر الوضع الذي يعيشه جزء كبير من السحراويين نتيجة خيانته لهم وذلك وسط متاعب اقتصادية وسياسية تواجهها حكومة سانشيز طلب 40 عضوا في المجلس الاعلى للدولة في ليبيا باعادة فتح المنشآت النفطية دون اي قيد او شرط والنأي بقوط الليبيين عن اي توظيف سياسي يأتي هذا في وقت احذر البنك الدولي من مواجهة ليبيا لتحديات اقتصادية هائلة مع توتر الاوضاع السياسية اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب برصاص جيش الاحتلال واصابة ثلاثة اخرين فجر اليوم في مخيم عقبة جبر بعد اقتحام قوات الاحتلال الصهيوني فجر الثلاثاء بلدة قباتية جنوب مخيم جينين في الضفة الغربية المحتلة وافد ناشطون بوقوع ست اصابات برصاص الاحتلال اثناء المواجهات التي اندلعت بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الصهيوني في بلدة مسيلة جنوب جينين الى اللقاء اشتركوا في القناة